السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير بجد ما كنتش عايزة اقول ان احنا طول عمرنا بنعمل عصير اللمون بالنعناع غلط تعالوا نعمله النهاردة بالطريقة بجد طحفة جدا هتعجبك قوي هنعمل مهيته لمون بالنعناع خطير احلى من اي مياه غزية ممكن تتخيلوها حاجة طحفة جدا في منتهى الجمال والروعة كل اللي هيشربه عندك مش هيصدق ان انت عاملة حاجة في البيت اكيد جايباها من اشهر واغلى القفيهات زي ما احنا شايفين تدريج الالوان وحاجة في منتهى الجمال والنظافة والطعم روعين عشب جد في عز الصيف اهم حاجة لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نسمى الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على طول كده من غير ما نقشر اللمون ولا اي حاجة بس اهم حاجة نتخلص من البزر بتاعه وبقطع اللمون بالشكل ده وبنحطه في الخلاط ومعايا هنا نعناع سعودي خطير تحسي كده ان انت حطت شكلت بجد حاجة نعش ده طبعا عندي في البلكونة انا حطى زرع عندي كده ربنا نبركلي فيها دون انا عن اي زرع اشتريته فبستخدمها دايما طول الصيف كده وحطيت عليها كوباية الا ربع من المياه طبعا الكميات دي حاجة ترجعلك وحطيت كمان السكر المناسب وفي الخلاط كده على طول بدأت اضرب كل المكونات بتاعتي دي لحد ما اللمون بتاعي يتعسر وينزل المزازة بتاعته الحلوة والطعم الحالو بقشر اللمون ايوه بقشر اللمون ما تقلقش خالص وعمره ما هيمرر معاكي طعمه طحفة هيفضل معاكي طول اليوم في التلاجة كده لو انت عاملة كمية كبيرة طول النهار تشربي منه بجد هتنسي كل انواع العصير بالمهيت الطحفة ده بعد كده بنصفيه بمصفة تكون ديئة جدا على اساس ما ينزلش فيها اي اشور من النعناع ولا الليمون وفي الكبايات بتاعتنا كده على طول شايفين اللون خاطير حرفيا اما الريحة بجد بجد مميزة وزكية وتحفة جدا انا حبيت احط كده قطع او شرايح من الليمون عشان تديني مزازة حلوة وتزود الطعم وتعززه وكمان قطع من النعناع للتزيين حطي بقى مكعبات للتلج اللي تحبيها شوية صغيرين خالص من السيفن أب أوليس برايت الأبيض بالشكل ده تحفة جدا بس شوية صغيرين وهيديك الطعم واهمي بجد ممكن كمان نزينه كده بشريحة من الليمون كأنك كده قاعدة على البحر وجايلك مشروب من أشهر القفيهات تحفة جدا جدا رايق وخطير أتمنى تجربوه يعجبكو الفيديو أشوفكو الفيديو الجاي على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة